وتنقصر الزوجة نشوف بنت 25 سنة صغيرة وكذا تتفض بسبب معاملة سيئة او هو كده وده حق المستجول لازم تعملين هعطلكم مثال زوج لا يشكر زوجة مثلا بعد ايه مركزوا معايا زوج لا يشكر زوجة بعد ايه عميلها شغل البيت التنظيف الاكل يا سيدي ماشي هو ربنا اعمل هي تقطها كده مفيش تسلم ايدك يا غالية زوجة ما تقولش لزوجة برضو خط التعش ما تزعلوش قطر خيرك انت تعبت النهاردة كلفت خطرك اشترت لنا كذا وكذا الله يجزيخ خيه اقل الاشياء لمتنان ده لمتنان بيولد نوع من انواع هرموناتس عدت متنان والشكر فقط مشهد تانية احكيها هي سهرانة طول الليل مع طفل رضيع كل شوية يبكي وسهرانة طول الليل وفضلت مطبقة ساعة ولا فنمت ساعة ونص عشان تقدر تسح لك الصبح تلحق قبل ما تروح الشوء حضرت لك الفطور وسلمت عليك ودعيت لك وانت تجهلت كل ما هو ماضي وتجايبت حاسب ايه ده ولا عيش مش سخن يا اصلا ايديها بترتع شوية بتدملك الحاجة من الايه اللي تنمت تعال ايه ده ايه ده يا ام ده ده احنا مأمورين شرعا ان احنا نحن على الخدم اللي عندك ما بالك الزوء التصحيح عاوز الازواج والشباب يكتبوا وراك كلام انها اقولوا ده وتحفظ الكلام ده الشباب يتعلموا اكتبوا وراي بصوا قولوا قولوا كده الكلام ده اكتبوا عدوكوا او سجلوا المقطع ده وفضلوا عدوك حبيبتي تسلم ايدي انا حاسس بيك هاتي 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 سخن معاك او مش مشكلة ناكله كده عادي يعني اخشفش انه فان النعم لتدوم تمام دومها بحمد الله وانا بحمد ربنا عليك هانت يا قلبي يا هانت يا قلبي انا كلها شهور بسيطة والصغير ده والصغرنا نيكبر وترتاح ما تخفيش انا معاك هسعد بدعيلي ارتاحي بس انا بحبك اكتبوا ورايا ابوس ايديكم الكلام ده اكتبوا ورايا يا رجال ويا شباب ويا ازواج وتعلموا مش عيب مش عيب ان احنا نتعلم والله لما فيه صلاح لبيتك وهدوء لبيتك وحب زوجتك ليك اهلا وسهلا كلمات كلماتنا حتى تنقصك ولا تعملك ولكن تراضي الست دي ولما تراضيها تفرح الله تشلك الدنيا الله تشلك الدنيا فوق راسك وهي تقول كتبوا وراي وتمتني الزوجة يلا يا زوجات تكتبوا وراي وتعلم اولادها يشكروا ابوهم الزوجة تقول ايه قطر خيرك تعبك ده والله في مزان حسناتك زكريب المردود في مزان حسناتك اهلا بيك في سكنك وبيتك وراحتك راحتك هنا في بيتك كل وارتاح بعد انه بقى نتكلم تسلم ايدي اللي جاب واشترى احلى فرحة دخلتك علينا شو سألوكم الزوجات يقولوا ايه احلى فرحة دخلتك علينا كفاية حسك في الدنيا انت سيد الرجالة كلهم اتعلمي تقولي كده هايها والله كل حاجة تقول فرق رهيب بين الموقفين عبر وقول بس عبروا صح عشان خطري